اعزائنا المشاهدين وصلنا لخطام حلقتنا لليوم ببرنامج شباب ريك اهلا وسهلا فيكن بتاريخ 9 تموز من العام الجاري بشعار نحو مستقبل يصنعه الشباب تم افتتاح المؤتمر التأسيسي لاتحاد الطلب السوريين الاحرار في مدينة اسطنبول التركية بحضور عدد من المنظمات والمؤسسات المعنية بهذا المجال ليكون اول هيئة منتخبة بتمثل عشرات الالاف من الطلاب السوريين حول العالم ما اهداف هذا المؤتمر وما هي اهم القضايا اللي تم طرحها خلونا نشوف هاي اللقطات من المؤتمر ونرجع نبدح يوارنا بالنسبة للمؤتمر التأسيسي لطلاب السوريين الاحياء اللي يساعد في اسطنبول حالة كتير حلوية وكتير مهمة ان تشمل كل هاي الدول وكل البلدان بتواجد فيها الطلاب السوريين بتوقع اهم الشيء بالنسبة لهذا المؤتمر فعلا يقدر يكسب ساقط الطلاب السوريين ونفس الوقت يساعد الطلاب السوريين موجودين بكل مكان حتى يقاملوا تعليمهم حتى يقدروا يتميزوا يجحوا بجامعة من وجهة نظري هو خطوة رائعة جدا تتيح الفرصة مستقبلا للقادة الشباب بتغيير افضل نحو المستقبل واعادة تفايل دور الشباب بتغيير مسار الثورة السورية نحو الافضل بتحقيق اهداف هذه الثورة اللي ضاعت بسبب ابعاد واستقصاء دور الشباب من هذه الثورة وجود اتحاد طلابي يضم كل الطلاب السوريين الاحرار او المنتمين للثورة هو حاجة ماسة وضرورة كان لازم انشغل عليها من زمان فاذا نظرا لكل الثورات او بكل حركات التغيير اللي صارت في كل مكان في العالم وجود هيك اجسام او هيك اتحادات كان ضرورة ملحة في الحقيقة عندما سمعت انه سيؤسس تفائلت كثيرا وقلت علها بادرة خير لانه لا بد من وجود هكذا اتحاد يلوم الشمل ويوحيد الصف ولكن كما نعلم ان الاتحاد نظم مصابقات للطلاب بهدف التشجيع لهم على حد قبلهم وكانت النتائج المصابقات في يوم التأسيس صادمة للغاية فالمعروض عنه في المصابقات ان هناك مركز اول ومركز ثاني ومركز ثالث وفي كل مركز فيه جائزة مالية محددة ولكن في عرض النتائج يوجد الكثير من المصابقات التي لم يكن فيها مركز اول بحجة عدم وجود المعايير مما وضع عندي الكثير من اشارات التعجب والاستفهام فكيف هناك مركز ثاني فائز في المصابقة ولا يوجد مركز اول الذي يخول المركز الثاني على ان يكون مركزا ثانيا اساسا وللحديث اكتر عن هالموضوع بيسعدني رحب بدافي الاستاذ امجد الساري عضو في اللجنة التأسيسية للاتحاد الطلابي اهلا وسهلا فيك سيد امجد سهلا فيكم ويسعد صباحكم وصباحك استاذ امجد لو تخبرنا من الاشخاص والهيئات يلي اشتغلت على تنظيم المؤتمر نعم في البداية ابارك لي زملاء الطلاب في الداخل السوري وفي دول الشتات تأسيس اتحاد الطلبة السوريين الاحرار الذي نأمل بان يكون صوتا لجميع الطلاب السوريين في داخل سوريا وفي خارجها هذه خطوة التي انتظرنا حقيقة لسنوات والان بدأت تتحقق بالنسبة للجهات التي عملت او اشتغلت على هذا المؤتمر هي التأسيسية التي تشكل النواء الرئيسية لاتحاد الطلبة السوريين الاحرار المؤلفة من عدد من الاتحادات الطلابية في الداخل السوري وايضا في دول الشتات هذه الاتحادات هي من نظمت هذا المؤتمر وعملت طيلة الفترة الماضية على تنظيم كل هذه الامور حتى وصلنا اليوم الى المؤتمر التأسيسي الذي تم من خلاله الاعلام عن تأسيس اتحاد الطلبة السوريين الاحرار طيب ساز أمجد شو هي اهم القضايا التي تم ترحها نعم في البداية تم شرح تفصيل عن الاتحاد ما هو الاتحاد ما هو اهدافه ما هي رؤيته المستقبلية وايضا تم خلاله المؤتمر شرح النظام الداخلي لالاتحاد والاجابة عن الكثير من الاسئلة التي كانت تتبادر الى اذهان الطلاب عن ما هي الاتحاد وكيف شكل ومن يمثل وبعض الامور التوضيحية يعني المؤتمر تضمن عدة فقرات من بينها كان كما ذكرنا فقرة النظام الداخلي فقرة الاجابة على الاسئلة وايضا تم خلال المؤتمر عرض فيديو وثائقي قصير لتضمن يعني الحراك الطلابي في سوريا تاريخ الحراك الطلابي في سوريا منذ الستينيات وحتى اليوم وايضا تم على هامش المؤتمر تكريم بعض المتسابقين الذين يعني فازوا بمسابقة طلاب الثورة الشهداء التي اطلقها الاتحاد قبل فترة ايضا يعني هناك بعض الفقرات التي يعني غامة بعض الزملاء باللجنة التأسيسية بالاجابة عن معظم اسئلة الحضور حول الاتحاد يعني هو بشكل عام يعني هدف المؤتمر هو الاعلان عن تشكيل الاتحاد والاجابة على معظم الاسئلة التي كانت تتبادل الارحام طيب استاذ امجد هلأ نحن بدورنا من نسألك لو او تخبرنا شو هو الاتحاد نعم في البداية سأتحدث انا عن الاتحاد بشكل تفصيلي ومن ثم سأتحدث عن مراحل يعني تشكيل الاتحاد كيف تمت وإلى أين وصلنا لكن سيد امجد عفوا على المقاطعة بس ياريت بشكل مختصر لحتى نحن نقدر ناخد منك المعلومات الكافية بأكبر عدق قدر يعني نعم سأحاول قدر الامكان الاختصار الاتحاد هو منظمة طلابية منتخبة مستقلة في قراراتها نيابية في هيكليتها تتبنى مبادئ ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت في أذار 2011 المقر الدائم للاتحاد في دمشق لكن هذا مع الأسف غير متوفر حاليا سيكون المقر الموقع للاتحاد في المناطق المحررة ومكتب الارتباط في اسطنبول طبعا الاتحاد يضم حوالي 56 فريق طلابي أو اتحاد طلابي في الداخل السوري وفي تركيا وفي أوروبا وفي أعدة دول أخرى هذه الفرق هي تشكل النواة التأسيسية للاتحاد طبعا يهدف الاتحاد إلى جمع الفرق الطلابية المنتخبة من أجل تنسيق الجهود فيما بينها بما يخدم مصالح الطلاب المادية والمعنوية وأيضا يهدف الاتحاد إلى تنمية دور الشباب الجامع السوري في المجتمع طبعا أريد فقط أن أوضح نقطة مهمة ربما لم تصل إلى الطلاب بشكل صحيح هناك من يقول أن من انتخبكم أو من جعلكم تمثلون أننا أمام الرأي العام وما إلى ذلك فقط أنا أريد أن أشرح هذه النقطة للطلاب لكي تتصلهم بشكل صحيح نحن إلى الآن لم نجري انتخابات بالنسبة للاتحاد العام سيكون هناك مؤتمر بعد حوالي شهر ونصف هو المؤتمر العام ستجري فيه انتخابات للفرق الطلابية المنضمة للاتحاد المقصد بكلمة منتخب هنا هي أن الفرق الطلابية المنضوية تحت الاتحاد التي انضمت إلى الاتحاد هي اتحادات منتخبة من قبل طلابها في كل جامعة يوجد اتحاد معين هذا الاتحاد يجري في كل سنة دورة انتخابية هو اتحاد منتخب من قبل طلابه نحن من أهم الشروط يعني الرئيسية للانتساب إلى الاتحاد هي أن تكون الفرق تلك الفرق هي أن تكون منتخبة وهذا شرط أساسي وبالتالي جميع الفرق التي انضمت إلى الاتحاد هي فرق منتخبة وهذا هو المقصد في كلمة منتخب أما نحن أتحدث كلجنة تأسيسية اللجنة تأسيسية لا يحق لها أصلا الترشح للمجلس الإدارة في الدورة الأولى وبالتالي سيكون هناك مؤتمرا عاما بعد شهر ونصف من الآن من أجل إجراء الانتخابات ومن أجل أن يقوم ممثلية الفرق بالترشح للانتخابات الهدف من هذا المؤتمر هو فقط الإفهار والإعلان عن تشكيل الاتحاد من أجل فتح باب الانتساب للفرق التي ترغب بالانضمام إلى الاتحاد بعد ذلك بعد أن تنضم الفرق ويكون هناك عدد كبير من الفرق يتم الترشح وإجراء الانتخابات وبالتالي نحن لم ندري أي انتخابات حاليا نحن فقط أعلننا عن التشكيل وعلننا عن فتح باب الانتساب من أجل جمع أكبر عدد ممكن من الفرق الطلابية وهذا هو أحد أهداف الاتحاد هو جمع الفرق الطلابية المنتخبة حول العالم من أجل تنسيق الجهود فيما بينها واليوم لدينا كما ذكرت 56 فرق طلابي من ضمنها فرقة داخل السورية التي كان لها مساهمة بشكل كبير جدا وأيضا الفرق الموجودة في تركيا وفي بقية الدول في أوروبا حول العالم انتشار الفرق هذه في أربع قارات حول العالم طيب سيد أمجد لو تخبرنا شو هي أهم الشروط للانتساب للاتحاد بعد إذنك نعم أهم الشروط أن يكون هذا الاتحاد منتخض من قبل الطلاب اليوم كما ذكرنا في كل الجامعات أو في معظم الجامعات التي يوجد فيها اتحادات طلابية سورية هذه الاتحادات الشرط الأساسي أن تكون منتخبة وأن تجري فيها انتخابات لأننا عندما نقول أننا نمثل الطلاب يجب أن يكون هذا التمثيل نابع من الطلاب أنفسهم يعني الطلاب هم من يصوتوا وهم من يختاروا ممثلهم في الاتحاد وبالتالي هذه من أحدى الشروط الرئيسية وأيضا هناك شروط فيما يتعلق بالعدد يعني عدد الطلاب المنتسبين للاتحاد هناك عدد معين يجب أن يكون حتى يستطيعوا الانضمام حتى يعني هناك اتحادات تضم عداد كبيرة جدا من الطلاب وهنا وضعني بعض النقاط في النظام الداخلي التي اسمها التمثيل المثقل أي كل اتحاد مثلا فيه اتحادات يوجد فيها أكثر من ألف طالب يوجد اتحادات فيها أربعة ألاف طالب وبالتالي من أجل أن يكون لهم تمثيل صحيح وأن يكون لهم حق في هذا الاتحاد هناك شيء اسمه التمثيل المثقل أن يختاروا ممثل على عدد الطلاب الموجودين مثلا طلاب لهم ممثل واحد طلاب لهم ممثلان اثنان يعني وهكذا طيب سيد أمجد لو تخبرنا من هنا المؤسسات والمنظمات والهيئات الطلابية التي كانت حاضرة هذا المؤتمر بعد إذنك نعم الذين حضروا هذا المؤتمر بداية هم أعضاء الهيئة العامة التأسيسية للاتحاد هم ممثلين الاتحادات المنظمة إلى اتحاد طلب السنين الأحرار هذه كبداية وأيضا كان هناك حضور لبعض الاتحادات العربية مثل اتحاد الطلب اليمنيين وأيضا كان هناك حضور للجهات الرائعة التي راعت هذا المؤتمر وأيضا حضور بعض من ضيوف الشرف من الزباب الجامعي طيب لو تخبرنا بشكل مختصر شو الهدف من إقامة هذا المؤتمر نعم الهدف الأساسي أو الهدف الرئيسي هو إشهار الاتحاد أو الإعلان عن تشكيل هذا الاتحاد من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشرائح الطلابية اليوم يعني على سبيل المثالي أنا وأنا أشاهد بعض التعليقات من زملائي الطلاب البعض يقول أننا لم نسمع بكم من قبل وما إلى ذلك من الكلام ردي على زملائي الطلاب أننا هدفنا من هذا المؤتمر الوصول إليكم طالما أنكم تقومون بالتعليق وأنكم سمعتم أن هناك اتحاد للطلاب فأعتقد أننا حققنا هذا الهدف لأن هدفنا فقط هو الوصول إلى الشرائح الطلابية من أجل أيضا فتح باب الانتساب نحن أيضا شرحنا بشكل تفصيلي وكامل ما هو الاتحاد وما هي رؤيته وكيف وصلنا إلى ما نحن عليه وبالتالي هدفنا الأساسي هو إعلان تشكيل الاتحاد والإشهار وأيضا فتح باب الانتساب للفرق الطلابية المنتخبة لأن هذا شرط أساسي من أجل انضمام إلى اتحاد الطلب السوريين الأحرار طيب سيد أمجد شو هي أهم النتائج اللي طلع فيها هذا المؤتمر بس دك تخبرنا عن هذا الموضوع بأقل من دقيقة بعد إذنك نعم النتائج هي أولا هناك بعض الطلاب لم تكن لديهم فكرة كافية عن الاتحاد بعد المؤتمر أعتقد أنهم تكونت لديهم فكرة أو تصور كامل عن الاتحاد وأهدافه ورؤيته وبعض الأمور المتعلقة بكيف وصلنا إلى هنا أو من هم أعضاء الاتحاد أو كيفية الانتساب إلى الاتحاد كل هذه النقاط والأمور تم الإجابة عليها وأيضا يعني الطلاب اليوم الذين لم يسمعوا بالاتحاد أو كما هم يقولون اليوم سمعوا بهذا الاتحاد والاتحاد موجود ويرحب بجميع الاتحادات أو الفرق الطلابية الموجودة ضمن الجامعات حول العالم يرحب بانضمامهم جميعا من أجل أن نوحد جهودنا نحن كطلاب يعني في الفترة الماضية كان هناك بعض التشتت للفرق الطلابية وهذا أثر على العمل الطلابي السوري وبالتالي نحن أحد أهدافنا هو توحيد العمل الطلابي حتى يكون مؤثرا في جميع الأحداث الاجتماعية والوطنية أستاذ أمجد بدي أتشكرك على هذه المشاركة اللطيفة من حضرتك وبالتوفيق لكل الطلاب السوريين شكرا جزيلا لكم عفوا أعزائنا المشاهدين صار وقت أني ودعكم بشوفكم الأسبوع الجاية بموادع هامة وشيق لا تستتابعونا عبر المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة